الناس الذين خذلوا المجتمع الكويتي والشعب الكويتي والذين ينجحوهم الشعب الكويتي بناءً على أن توجهاتهم شرعية اثنين لن ينساهم التاريخ اثنين من النواب لن ينساهم التاريخ الأول اللي له الآن خمس سعة سنة تقريباً اللي هو عواد برد والثاني محمد الدلاء لن ينساهم التاريخ مهما طال الزمن المجتمع الكويتي سيذكرهم ويذكر هذه المواقف له ليش نجاملهم؟ موقف شرعي تصويت مع اختلاط عدم الوقوف مع القضايا التي نجحهم الشعب من أجلها ميش حق نجاملهم؟ لا وترى بعد أخونا محمد الدلال ما صوت بس مع الاختلاط صوت بعد مع إقصاء طلبة كلية الشريعة في قانون المحامة ليش نجامل؟ ليش نجامل في ديننا؟ ليش نجامل في قضايانا نحن كمجتمع وسلم مجتمع كويتي؟ ما في مجاملة الناس اللي يطلعون مع الرئيس رئيس مجلس الأمة ويرحوا معه في العمرة ويصوروا معه دكاتر الشريعة ولا واحد اليوم تكلم فيهم عن قضية الاختلاط